في الإذاعة الوطنية التونسية يواصل اللقاء مع سعادة سفير دولة فلسطين في تونس سيهايل الفهم برشة فننين سينمائيين مخرجين مثقفين شعراء أدباء تعلوا مع القضية الفلسطينية سعاد سفير هم يعني في الواقع لم يتفاعلوا فقط هم آمنوا بالقضية آمنوا بالقضية يعني دخلوا في إطار يعني دخلوا تحدي كبير اللي يعني كان ممكن يشكل خطر على سمعتهم أمام هيمنة الحركة الصهيونية على الإعلام الغربي صحيح وكسروا هذا الحاجز اللي كان قائم يمنعهم من التعبير عن إنسانيتهم نشوف مهرجان كان مهرجان كان من التعب في العالم الفلسطيني وكذا والآخرية في الموضوع يعني ما يحدث الآن هو بيسموه تحول في إطار التركيبة الفكرية الإنسانية يعني أنا اليوم كنت بس سمع كمان برضو ما ديرش أتذكر الاسم مداخلة للمجموعة العشرين اللي بدأ يتحدث عن كيفية استخفاف المنظومات المالية في عقول البشرية في الموضوعات وأمريكي هو اللي كان بحكي وأنه كيف يجب أن نعدل في المنظومات إذن أنت الفن هو يفجر الوعي حينما يصل الحقيقة للفنان يستطيع أن يعبر عنها وينشرها بين المواطنين العاديين اللي يتأثروا فيها وفينا نبني عليها الوعي الجماعي هو عبارة عن أرض خصبة والفكر النقبة والوطن الإنساني عبارة عن بذور يعني شوف أنت المؤسسات الاستخباراتية الصهيونية لما وصفوا الوضعية الحالية ما يجري في الجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأوروبية قالوا ما يرعبنا هو القادم لأن هؤلاء هي عبارة عن بذور وكل بذري سوف تنتج مئة بذري بالتأكيد سعيدة العالم سوف يتغير فالوعي والثقافي والفن والشعر والأدب هو يخلق أرضية خصبة في الموضوع البذور أصبحت جاهزة لذلك علينا أن نأمل خيرا في المستقبل حينما تنبت هذه البذور وربطا سعد سفير بالنشأ الصغير بالأطفال الصغار اللي لما يكبروا بشكلوا قوة ضاربة ضد الاحتلال الإسرائيلي أمت أحلى لحظات حياتي هنا في تونس كان زيارتي لرياض الأطفال في تونس اجتماعي معهم تلميذ المدارس يعني اكتشفت جهلي من خلال أسئلتهم أسئلتهم قريبة للإنسانية اللي بتخليك تتوارضها لأن القضية تجذرت في قلوبهم رسمهم وعيهم سؤالهم إحداثياتهم في الموضوع هذا الجيل لازم نحصل أما ما زالت بعض الضمائر نائمة سعد سفير برش ناس يعتبروا أو يحسوا أن القضية أو الشيء اللي قاعد يصير في غزة وفي رفح وفي كل الأرض الفلسطينية كأنه أصبح عادة يومية كأنه أصبح شيء طبيعي هذا محزن بش محزن هذا تم العمل على أساسه وزي ما قلت لك أسر العقول أهم من أسر الأوطان قبل ما يستولوا على أوطان أنا ديما نسأل نقول الأمير العام لجميع الدول العربية يتعشى عادي في داره أنت بتعرف الوحدة 8200 في إسرائيل اللي فيها أهم الخبراء في التواصل الإلكتروني في الموضوع هاي الاستراتيجية تبعتها تشويه الصور يعني فيهم يتصلوا في فلسطيني كأنه واحد تونسي بيسبع فلسطين أو بتونس كأنه واحد فلسطيني بيسبع على تونس بشان الفلسطيني يقول سيبونا والتونسي يقول سيبونا في الموضوع ولكن هاي الخطة تبعتهم فشلت يعني هني بيحاولوا أيضا يحبطونا من داخل البيت أنا في رأيي صار هناك وعي كبير لعدم الوقوع في هذه الفخاخ يعني حتى تعرف أنت عندهم الجامعة الإسلامية يعني يكونوا أعمة لتشويه الإسلام ويرسلوها لدول في آسيا في أميريا فلذلك مخططهم انكشف هني أصبحوا صفحة مكشوفة مفضوحة مفضوحة صحيح نصل أخيرا كما أشرت قبل لحظات إلى رفح شنو على الأرض تو في رفح شنو اللي قاعد يصير طبعا الوضع مأساوي هي عملية تدميرية شمولية لمزيد التهجير مزيد التهجير يعني بالنمسكو وهلأ انتقلوا من عملية التهجير الإجباري اللي صاروا يتحجز يقولوا التهجير الطوعي أو القسري أو القسري لا الطوعي هلأ طوعي يعني هلأ بمنع عنك أكل وشرب وعلاج ومي وهوى وهي فتطر أنك تغادر وشير من أنك تدور لك على محل اللي تعيش فيه صحيح أنا في رأي كل محاولاتهم سوف تفشل في الموضوع فلذلك لما دخلوا رفح حتى يستولوا على معبر رفح ويدوروه ويحاولوا يدفعوا الناس للهجرة لوين؟ لمصر إذن أيضا مصر مستهدفة في المخطط الصهيوني شايف في الموضوع لأنه رفح بحاولوا يبنوا فيها ما يسمى يعني أو قطاع غزة أو قطاع غزة يفصوها عن الضفة عن فلسطين ننقلها هاي في هاي في الموضوع كان عندهم مخطط استراتيجي اللي يستبدلوا قناة السويس فيما يسمى في خط بيجن أظنني اللي هو بمر في البحر الأحمر في إيلات وبطلع وهاي في عندك المخزون الغاز والبيترول في غزة إشي ضخم بدهم يستولوا عليه طبعين فيه بينسروا طبعين فيه في الموضوع لأنه تريليونات المتركوب وأول طب ما هي أمريكا هي أمريكا الغرب يعني القوى اللي تريد تهيمن وهذا ساعتها إذا صدرته لأوروبا الطريق قصيري يعني تكلفة النكل تبعته رخيصة ممكن تنكله بخط مباشر فهن يسعوا للاستلاء ومحوا غزة ووضع زي ما تقول إدارات محلية اللي يدروها كأدوات عندهم مسيرة من قبلهم في الموضوع أنا في رأيي هذا المخطط تبعهم مكشوف أصبح وفاشل لأنه هو تهديد في الأول وجودي لإلنا تهديد وجودي لا أشقائنا في مصر ومصر وعي لهذا التهديد الوجود الشعب الفلسطيني صامت ويقف على سقيه بحول الله يدافع عن تاريخه عن أرضه عن شعبه عن قيمه والنصر لغزة ولفلسطين يا رب إن شاء الله يا رب يعني أنا دائما عندي جملة بكررها ما بقولنا أنه وين واصلي بقولهم إحنا اللي مورس علينا طبعا لا يستطيع أي شعب في العالم أن يتحمله أنا بتحداكم إذا كانوا بتكون تسموه صراع فلسطيني إسرائيلي أوكفوا الهوى عني كفلسطيني كل شيء بتديش لا دعمكم ولا مساعداتكم ولا فلوسكم ولا شيء نعم ولكن إذا كانوا بتعتبروه ثنائي طبقوا نفس اللي بتطبقوا علي على الجانب الحر وأنا أتحداكم إذا صمدوا أسبوع واحد أمام بش الشعب الفلسطيني أمام طفل فلسطيني نعم إن شاء الله يا رب سعد سفير النصر لغزة إن شاء الله النصر للحق إن شاء الله وللحق بطبيعة الحال لوحنا في تونس فلسطين مش نقولوا كلام هذا كشعار في قلبنا في أحساسنا في وعينا أنا شعاري من يريد أن يقدم شيء لفلسطين عليه أن يقدم أفضل ما عنده لتونس سعد سفير أنا أفخر أنا شخصيا كان يقدم البرنامج أفخر أنه شقيقي صالح جغام كان يقدم برنامج هذا الله يرحم الله يرحم وهو اللي نم فيه وعي بالقضية الفلسطينية يعني أنا بشكرك على كلمة وعي بشع واطفي وعي لأن العاطفي بدون وعي يعني كأنها مجاملة مش كأنها مجاملة صح لينما الوعي مع العاطفي يجب أن تفتح العقل نعم يعني العاطفي فيها والعقل هو اللي يرى الحقائق شكرا سعد سفير شكرا لكم شكرا وعاشت تونس وعاشت فلسطين وإن شاء الله نصر للحق ربي فضلك شكرا عايشك إلى اللقاء ويومك سعيد شكرا يوم تونس سعيد إن شاء الله